موسيقى تتواصل فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين وتستمر فعليات حتى السادس من فبراير الحالية يشهد المعرض عددا كبيرا من الفعاليات الثقافية يشارك فيه أكثر من ألف دار نشر مصرية وعربية وأجنبية وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس ولمزيد من المتابعة ينضم إلينا من معرض القاهرة الدولي للكتاب مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني أحمد بعد التحية ضعنا في أجواء المعرض اليوم وأبرز ما تضمنه من فعاليات وأنشطة نعم بالفعل اليوم السابع من فعاليات معرض القاهرة دولي للكتاب شهد إقبالا كبيرا من الجماهير ورلاحظنا خلال تجولنا في صلاة أجنحة المعرض اليوم أن هناك عدد كبير من الشباب وخاصة من الفتيات فهذه الفترة هي فترة إجازة نصف العام وبالتالي هي تمثل فرصة جيدة جدا لمحبي القراءة واقتناء القطب والتعرف على الندوات الثقافية والفعاليات الثقافية والحفلات التي موجودة على مدار اليوم في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب إذا تحدثنا عن الندوات الثقافية هناك مجموعة من الندوات منها ندوة عن الزكاء الاصطناعي وأيضا ندوة تاريخية عن اكتشاف مجبر التوت عن خامون بالإضافة إلى ندوات أخرى عن العلاقات المتبادلة بين مصر وإندونيسيا والكثير من الفعاليات وندوات الثقافية إجمالا وصل عدد إجمالي زائري معرض القاهرة دولي الكتاب في يومه السابع ما يربو على مليون ونصف زائر حتى الآن أمس وصل عدد الزائرين فقط إلى أكثر من 220 ألف زائر في اليوم السادس حسب تصريحات رسمية لإدارة معرض القاهرة دولي الكتاب وبالتالي نتحدث عن زخم كبير جدا يشهد المعرض هذه الأيام من خلفي تبدو القاعة رقم 5 هذه القاعة هي مخصصة للأطفال وبالتالي هناك أيضا إقبال كبير من أولياء الأمور والأطفال من أعمار سنية مختلفة لاقتناء الكتب وشراء كتب والاستفادة من العروض التي يقدمها دور النشر بالإضافة إلى أن الهيئة العامة المصرية للكتاب أيضا تقدم عروض وأسعار جيدة جدا حيث يصل الكتاب إلى خمس جنيهات فقط في بعض الأجنحة هذا إجمالا هو اليوم السابع من فعليات معرض القاهرة الدولي للكتاب أشكرك شكرا جزيلا أحمد الحسيني كنت معنا من معرض القاهرة الدولي للكتاب ترجمة نانسي قنقر